خلينا نروح ليه شك اخر وبعض الامور الالهامة النهاردة ربطة الاندية نشروا عقوبات الجولة التالتة من بطولة الدوري المصري الممتاز ومن ضمن العقوبات دي حرمان عدد من جماهير النادي الاهلي من الحضور للمدرجات على هامش زي ما انتم شايفين كده على الشاشة على هامش ايه المواجهة الاخيرة امام الدخل وبيقولوا ان كان فيه نوع من انواع التجاوز عند البعض القليل من الجماهير المنتمين للنادي الاهلي وبناءا عليه خدنا قرار ان يتم حرمانهم من الحضور في المدرجات وانا بمنتهى الصراحة والوضوح اهو بقول لك انا عنديش مشكلة خالص بخصوص عقاب المخطئ بخصوص عقاب المخطئ اللي غلط يا جماعة يتعاقب اللي تجاوز او قال اي لفظ او كلام زي ده يتعاقب بس الاهم بالنسبة لي ايه ان العقاب ما يكونش في اتجاه واحد بس وما يكونش مخصص بخصوص او يعني ما يكونش محدد للناس اللي بتتلفز وده طبعا غير مقبول او الناس اللي بتهاجم ده طبعا غير مقبول تمام او الناس اللي بتحاول توصل رسائل بطريقة مش يعني مش مقبول انا عنديش مشكلة في الكلام ده خالص بس لازم العقاب عارفين الناس يقولك ايه السيئة تعم او الحسنة تخص وسيئة اه الحسنة تخص وسيئة تعم احنا مش عايزين الامور او السيئة ما تعمش اي حد لكن اللي غالي تتعاقب لو في اي جماهير اخرى بتغلط لازم تتعاقب لازم كمان حضرتك تهتم بالحضور الجماهيري الى اعداد ايه لان الحتة دي غاية في الاهمية بنشوف اندية بيبقوا ملتزمين جدا بالاعداد اللي بتحضر واندية اخرى تمام بنشوف اعداد غريبة عداد كبير جدا بيحضر برضو دي من ضمن الحاجات اللي لازم تتراجع من ربطة الاندية المحترفة اللي بنكل لهم كل التقدير والاحترام وناس عاملين شغل جيد فما فيش اي مشكلة خالص بخصوص سياسة العقاب وده امر مهم لكن لازم يكون فيه مساواة وعدل بين كل الاندية في موضوع العقاب لان الغلط لازم يتعاقب ده امر مفروغ منه